ما بعرف في عامل مشترك بين كل الابراج عم بيبين عندي هذا الشهر طاقت خوف طاقت توتر عم بيكون اكتئاب مش عندك انت يعني انا بقول كعامل مشترك ما بعرف ليش عم بيبين هذا الاشي عند معظم الابراج شوف حبيبي في هذا الشهر راح يكون في عندك موضوع موضوع عملي في شي بتحول لعاطفي ما بعرف من العمل للعاطفي من صداقة لحب من اعجاب لحب في شي عم بتحول عندك لحب في شخص انت موجود في حياتك احتمال يكون اكيد موجود في حياتك ورح يقلب هذا الموضوع لحب لكن انت شايفيتك حيران بين شخصين شايفيتك حيران فهاي الفترة رح تكون كتير حيران من هذا الموضوع بسبب هذا الموضوع خلينا نشوف بشكل عام ل الناس اللي ما بتنطبق عليهم القراءة عادة جدا ممكن طاقتك ما بتوصلني ممكن يعني هاي قراءة عامة مش خاصة عرفتو كيف ممكن انت تكون طاقتك سلبية يعني ما عم تستقبل الفرص اللي في حياتك ما عم تشوف الفرص اللي في حياتك هو اللي طاقته سلبية او في عنده طاقات سلبية يعني ما بيقدر يعني يعني يحصل على الاشياء اللي بيدي اياها ما بيقدر يطبق قانون الجذب فبس انك تخلص من الطاقات السلبية يعني بشكل عام ان شاء الله كله بينطبق معك رح تحصل على فرصة عمل رح تحصل على موضوع يمكن يتعلق بسفر ولكن هذا الشي دخله خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هذا الاشي اه فيه له قيمة معنوية كمنصب كشي ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت اه بالدكية بشكل عام يعني فيه حبيب غايب عنك بس لسه ما فتحنا يعني علاط بعدين بنقول ومين هذا الشخص اللي بيكرهك من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كذا رح يصير في وفرة مالية كبيرة رح تكفيك وتكفي خلينا نقول الاولاد شايفة هذا الشخص عنده التزامات كتير عنده التزامات مادية كتير لذلك في بداية الفترة بيحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد ولكن بعدين رح تجي يعني رزقة معينة اكيد يعني من الشغل او ممكن من بره الشغل اللي هو اما تكون انت مدين ناس مثلا فلوس وعم بيرجعولك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجعلك اياها ممكن يكون قرد ممكن يكون ارث ممكن زودة بالدخل نفسه او فرصة عمل اخرى يعني افضل من الاولى ولكن شايفيتك مطلقط بالفرصة الاولى او الشغل اللي انت فيه مطلقط فيه وخايف كتير يعني عندك طاقة خوف كبيرة من انك تفقد هذا الشيء ولكن انا شايفي بالعكس ما رح تفقده بالعكس رح يكون فيه ترقية وزودة بالدخل زيادة بالدخل اه بشوفك هون اكتر شيء عم تصارع مرض المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب اه ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل ممكن يكون عندك او عند احد من العائلة ازا كان عضوي ازا كان نفسي فهو موجود عندك بسبب شخص يا اما دلو او مائي بشكل او مائي خلينا نقول اه او هوائي عم بتكون كيف دا قولك عم بتكون بتصارع حالك يعني انت حاسس او انه هادي العلاقة مش صح هاي العلاقة ماشية بطريق مش صح اه وبتحاول انك تطلع من هاي العلاقة بتحاول انك تطلع من طاقة هذا اه الشخص لكن شايفتك انه لا انه يعني رح تضلك تستنى هذا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر تعيش بدون هذا الشخص في للبعض كمان اوكي استشفوا خلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد برج القوس يعني برج القرارات فقادر انه يكون شوف هون انت شو عم بتكون عم بتكون الماجيشن عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياة اللي بدو اياها بهاي الفترة رح يكون اللي هو تغييرات هو بايده بيعملها شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى ان هالظروف هي اللي تخدمه هو اللي رح يستعمل ادواته كلياتها التولز تبعوله عشان يغير اللي حواليه ورح ينجح بهذا الموضوع شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر على المكان اللي هو فيه فانا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان بشوف الفترة الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفترة طويلة جدا فكون حذر من الشغلات اللي رح تزرعها بالفترات الجاية اللي هي بهاي الفترة هاي الفترة رح تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله أو الأفعال أو الأفكار أو المشاعر المهم في هاي الفترة اللي هي عم نفتح عليها رح تأثر على فترة طويلة بعديها ممكن تمتد لسنة فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مزبوط انه احنا ما نغلط نكون صبورين شوي الأمور ما رح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقوله مش أحلام وردية الشغلة ف شايفيتك هون شايفه برج القوس ممكن التقاطع فكرة حبايبي عم بتكون ترابية مائية هوائية طيب في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف ثالث عفكرات مش طرف ثالث خلينا نسيبنا من هاي الكلمة لانه اول ما تسمعوها بيجي عبالكم العاطفة انا مش دايما بقصد فيها العاطفة يعني احيانا طرف ثالث في الشغل يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كذا كمان هذا اسمه طرف ثالث المهم عم بيكون هذا الشخص مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك مثل طاقة سامة في حياتك عم بيبين لك انه هو كتير ملاك انه هو كتير منيح ولكن هو في الحقيقة هو انسان حاقد وانسان ممكن يكون انثى ممكن يكون ذكر عم بيكون حاقد جدا وحسود للك وانت مش عارف اذا قلنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفة كعلاقة ثلاثية كالطرف الثالث مش انت ولا الشريك الطرف الثالث هون بشوفك كمان يعني هاي الفترة كل يعتها لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته كل الامور بيدك انت شوف زي ما انت بتحصد زي ما انت بتزرع رح تحصد هاي الكارما هاي المواضيع يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجعلك اذا طلعت خير رح يرجعلك خير هيا هاي الكارما اذا طلعت ظلم رح يرجعلك ظلم فهون الكارما رح تتحقق بهاي الفترة على الصعيد العاطفي شايفي انو الطرف الثاني عم يستنى موعد مناسب عم يستنى وقت مناسب لحتى يصالحك او انت تصالحه طبعا القراءة ممكن تكون عكسية دائما منحكيها ولكن عم بيفكر بطريقة جدية عم بيفكر باستمرارية العلاقة على الاقل في خياله عم بتخيل هذا الاشي وعم بيفكر فيه خلينا نفتح اكتر وين رح هذا الورق مش هارف او هيا هون خلينا نفتح على العاطفة اكتر شو رايكم نستعمل هذا الورق اوه 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 بيّن عندي الاشخاص العزاب لحد الان اشخاص العزاب حيلتقوا بتوأم الروح بالسول ميد بالشخص اللي بيحلموا فيه كفارس احلام ممكن انه تلتقوا فيه بهاي الفترة ولكن ممكن يكون بالعمل اذا ما كان في العمل اوه على فكرة مش ضروري انه يشتغل معاكم ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم اللي مش عم يشتغل اساسا من من برج القوس ممكن يلتقي في هذا الشخص في يعني في جمعة ما بعرف شو هي هاي الجمعة ممكن مؤتمر ممكن المهم جمعة ناس يعني مش بس انتو لحالكم رح تتعرفوا بهذا ال ورح يكون على فكرة شخص مش قريب يعني ما كنت تتوقع ابدا انه ممكن تحب او يعني تحب شخص من هذا النوع او شخص من هذا من هذا النوع حبيبي ممكن يكون عندك فيه طاقة سلبية عم بتوقف اللي هو في في طريقك انت والشريك حتى لو كنتم متزوجين في في طرف يعني في طرف ثالث او حتى اكتر من شخص عم بيوقفوا بطريقكم بشوفك هون عم تلجأ للاستشفاء ممكن انه تكون اما بدك تنسى الحبيب او انه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني اكتر من انه تستشفي من طاقة سلبية او من التنتين مع بعض او انك بتعتبر انه الشريك طاقة سلبية وعم تخلص منها ولكن انا بشوف رغم هيك انت بالعكس انت عم بتمثل والطرف التاني عم بيمثل يعني انتو مش مبسوطين انتو للتنين فكل واحد عم بيوهم التاني في طاقة اوهام عم يوهم التاني انه هو عايش حياته انه هو مبسوط انه هو كذا فهذا الموضوع ما رح يطول يعني شوفوا هون لابس مثل الدرع حط خرزة زرقة طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت شاكرا مش عند الهارت شاكرا مش محطوطة هون محطوطة بطريقة غلط هون هادا دليل او كذا انه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا بتعملوا اوهام لبعض غموض كل واحد بيحاول انه يخلي الطرف التاني هو اللي صالح شايفي بناتكم زي ما قلت في النهاية هون انه في رح يعني رح تكتشفوا انه هذا الطرف هو السول ميت تبعكم او توقم الشعلة او 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 بس انه اه رح تقربوا كتير من بعض بشوفوا زواج يعني وبشوفوا ارتباط او على المدى البعيد اه وزي ما هون قلت لكم في ممكن يكون طرف ثالث كمان بالعلاقة العاطفية يعني مش عارفة شو قصة الطرف الثالث هذا كل شوي ببين اه ولكن شايفيتك انت مستعد مستعد وفاد الكرت اخر كرت بالقراءة ببين انه شوفوا اربع وردات كان هناك مبين انه ثلاث وردات علاقة ثلاثية هون اربع وردات يعني اكتر للجدية اكتر بيروح الموضوع شايفيتك يا قوس عم تصغر كتير بهاي الفترة وكأنك عم تهتم بحالك يعني كتير عم تصغر يعني اللي حواليك عم بيحسوك انه شكلك صغيرة عشر سنين او انت حتى بتحس حالك بالفترة الجاي انه صغرت عشر سنين فيه فرحة بطريقك حلوة ولكن انت متوقع اشياء سيئة نتيجة التغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تطولك انت بعيدة عنك فاطمئن وريح ويعني ما تفكر كتير في الموضوع عم بتكون كلها مخاوف بدون عم بتكون على الفكرة مش تسول ميد فيه ناس هاي توقم شو على فيه ناس منكم توقم شو على هذا تأكيد يعني من الاوراق بيبين انه فيه شخص خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالقديم يعني بتداخل على مصلحة داخل على علاقة عابرة ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار يعني متلقط فيك اكتر متعلق فيك اكتر صار عنده الموضوع زي الادمان فبالاخير انا شايف اجتماع لهدول الشخصين فالحمد الله يعني كراءة حلوة كانت هذا بالنسبة لبرج الجوزاء حاول نشوف نصائح لبرج الجوزاء شو الوراء شو الوراء اللي نختاره شو الوراء مش عارفة نشوف انا ليش شاي كل شوي بخربط بالاسماء يعني انا عارفة انه القوس وعن بلوي على القوس بس بتعرفوا الواحد بلخبط يعني بلخبط بس باللفظ اما بالنية بتكون لأ مفتوحة على برج يعني معين هذا الكرت طلع مقلوب يعني بما معناه طلع مقلوب انه الامور ابسط بكتير مما انت تفكر لا تعقد الامور لا تخاف كتير ما بعرف كل الابراج عم بتكون عندها مخاوف واوهام وكذا هذا الشهر ما بعرف شو هو عم تطلع حتى القراءات الخاصة اللي عندي عم بتكون شوي يعني فيه فيه مخاوف فيه مع انه ما بيكون فيه داعي للمخاوف فبقولك لا اشحن حالك بالطاقة الايجابية وما بتفكر ما تفكر بهذا النوع من التفكير لانه انت الوحيد الخسران